أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر قد جددت تحذيرها لكافة الأطراف من تدعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية قال المصدر أن الوفود المشاركة في محادثات القاهرة قد غادرت للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها موضحا أن مصر جددت تحذيرها للمشاركين في المفاوضات من خطورة التصعيد حال فشل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة أشار المصدر رفيع المستوى أيضا إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية بشأن بعض النقاط المختلف عليها وتقريب وجهة النظر للطرفين في ظل التطورات الأخيرة بغزة منذ لحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات في غزة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية وفي هذا الإطار تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع كما تناول الاتصال بحث ما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر لكافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية سعياً لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنباً لتوسيع دائرة الصراع فضلاً عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع تضمن الاتصال أيضاً التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وزارة الخارجية المصرية ذكرت في بياننا أن مصر دعت كل من حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى هدنة في غزة توتيح أيضاً إطلاق صراح رهائنا محتجزين في القطاع الفلسطيني وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين شدد وزير الخارجية سامح الشكري على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت واتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل لاتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع مصر جددت أيضاً تحذيرها لكافة الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية حيث أكد مصدر رفيع المستوى أن الوفود المشاركة في محادثات القاهرة قد غادروا للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها موضحاً أن مصر جددت تحذيرها للمشاركين في المفاوضات من خطورة التصعيد حال فشلت المفاوضات في الوصول لاتفاق هدنة وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف جهوده لإيجاد صيغة توافقية حول بعض النقاط المختلف عليها وتقريب وجهات نظر الطرفين في ظل التطورات الأخيرة بقطاع غزة